الهاتف اللي راح يغير العشر سنوات القادمة هذا هو الآيفون 10 وهذا هو النقلة القادمة للهواتف حسب رؤية أبل طبعاً الجوال له فترة عندي وأنا قاعد أجربه وأستخدمه شخصياً بشكل يومي عشان أقول لكم اليوم هل هو فعلاً يستحق؟ وهل هو فعلاً يقدم نقلة كبيرة في عالم الهواتف؟ خلونا نشوف مع بعض الآيفون 10 عشان نكون واضحين هو فعلاً نقلة كبيرة هل كل الأشياء والتغييرات اللي صارت راح تعجبكم؟ هذا شيء راح يرجع لبعض المستخدمين لكن في بعض الأشياء فعلاً الواحد ما ينكر إنها راح تكون نقلة مهمة ونقلة كبيرة للكثير من المستخدمين طبعاً أكيد وأول شيء الواحد ممكن يحطه في باله إنه كيف الجوال صار عب أرى عنواجها كاملة شاشة بس اثناء طبعاً القصة اللي فوق واللي لها مبررها أكيد لأنها تحتوي على الكاميرا الأمامية وبعض التقنيات اللي لازم تكون في الواجهة طبعاً هذه مشكلة واجهة تليفونات كثيرة بعض الشركات توجهت إلى أنها تحط بزل فوق يعني منطقة سودة يكون فيها الكاميرا الأمامية ووحدة ثانية تشبهها تحت بعض الشركات لا سودت زي الآيفون كذا وقصت من فوق أو حطت شريط فقط فوق طبعاً هذا لا يمنع أنه الواحد يملك جهاز بهذا الحجم ويقدم شاشة بحجم 5.8 إنش يعني نتكلم يا شباب عن شاشة أكبر من ذيك الشاشة اللي موجودة في الآيفون 8 بلس شاشة أكبر من الآيفون 8 بلس وجهاز أصغر من الآيفون 8 بلس هذه فعلاً النقلة اللي يحتاجها كل المستخدمين مو الكل الكل أكيد يعني هذا شيء تقريباً شبه الكل يتفق عليه يبغى شاشة أكبر يبغى يشوف الأمور بشكل أوضح يبغى يستمتعه ويقرأ وهو يتفرج لكن بنفس الوقت ما يريد التليفون كبير يتعبه شائلة يتعبه ويكلم فيه يتعبه ماسكة بيد وحدة لازم يستخدمه بيدين وإلى آخرها من هذا الكلام فأنا شخصياً كشخص كان يستخدم الآيفون الصغير دائماً لأنني أحب أن أستخدم الجوال بيد وحدة وأريح لي وأيضاً أريح لي لما نحطه في شيبتي ما يطلع كبير ويضايقني لما أجلس خصوصاً لما يكون لابس بنترون ضيق أو شيء زي كذا فهذا الجوال فعلاً قدرت أستخدمه بيد وحدة وبنفس الوقت عطاني شاشة أكبر شاشة أستمتع فيها أكثر وطبعاً حسنت استخدامي وتجربتي كمستخدم في أشياء كثيرة بأتكلم عنها طبعاً نتكلم عن أشياء حسنتها الشاشة مثل تصفح الإنترنت مع تطبيق سفاري تقدر تشوف في الشاشة جزء أكبر من الموقع اللي قاعد تتصفح أو قاعد تقرأ أيضاً مثلاً لو قاعد أتفرج على فيديو في تطبيق مثل يوتيوب مجرد أني أسوي زوم بأصابعي راح يعبي الصورة الشاشة كاملة ونفس المشكلة الموجودة في الجوالات الثانية إذا كبرت راح تقص جزء من الصورة لأن الريشو اللي يستخدمونه الفيديوهات لا يتناسب مع حجام الهواتف اللي موجودة حالياً طبعاً بينما بعض الشركات الثانية عطتك الأوبشن أنك تكبر بشكل كامل بعض الألعاب بعض التطبيقات هنا لا أبل ما تخلي التطبيقات تظهر بشكل كامل إلا التطبيقات اللي تدعم الجوال الجديد ويمكن هذا واحد من عيوب الآيفون 10 لأنك حرفياً إذا استخدمت تطبيق ما يدعم الآيفون 10 راح تخصل على شاشة مقصوصة وتطلع كأنها شاشة الآيفون 8 يعني ما استفدنا شيء بالعربي لذلك بعض المستخدمين عشان يصلون لاستفادة القصوة من الجوال الجديد يبغى لهم أنهم يستخدمون التطبيقات اللي تدعم الجوال والحمد لله نقدر نقول أن كثير من الشركات ومطوري التطبيقات الرئيسيين وفروا تطبيقاتهم تطبيقات تدعم الآيفون 10 وشاشتها الجديدة نتكلم عن أشياء مثل واتساب تويت بوت بيق التوتر الرسمي يوتيوب وإلى آخره طبعا في بعض الأشياء أيضا تغيرت الآن ونقلة جديدة في عالم الآيفون أبل تقول اللي الحين صارت تستخدم تقنية OLED لأول مرة في هواتفها تقول أن هذه أول شاشة OLED ترتقي لمستوى الآيفون وطبعا الانطباعات عالميا كانت رائعة جدا للشاشة البعض يقول أنها أفضل شاشة OLED استخدمت في أي آيفون والأراء اللي تقول كذا كثيرة جدا طبعا أبل صحيح أخذت التقنية ويقول أن المصنع الشاشات اللي عندهم هو سامسون لكن أبل طورت التقنية OLED والشاشة بطريقتها الخاصة بحيث تخليها أدق ما يمكن إلى الألوان الطبيعية طبعا الشاشة تقدم لك ألوان قوية جدا تقدم لك درجات أسود ممتازة وفوق كذا مستخدم التقنية أبل المعروفة بترو تون ترو تون شفناها في جوالاتها بالسابقة حساسات موجودة في الجوال تقرأ الإضاءة للمكان اللي أنت موجود فيه وتعدل ألوان الشاشة وإضاءتها بناء على ذلك وهذا الشيء من جد من جد يحسن تجربتك أنت كمستخدم ودائما تحسن أن الشاشة قاعدة تعطيك ألوان طبيعية ألوان تحسن أنها مشابهة للممكن تشوفها أنت على الواقع طبعا لما أبل قررت أنها تخلي الواجهة بالكامل عبارة عن شاشة هنا تم التضحية بشيء معروف جدا وتعود عليه مستخدمين الآيفون لفترة طويلة اللي هو زر الهوم زر الهوم راح وراح معاه التعرف على البصمة اللي أبل طبقته بشكل جيد جدا وأيضا كان مصدر أمان لمستخدمين الهاتف عشان تعوض هذا الشيء أبل قدمت الدخول عن طريق التحرف للوجه طبعا هذا الشيء ما يعتبر شيء جديد في عالم الإلكترونيات شفناه من قبل لكن مثل ما شفناه مع جوالات ثانية كان تقدر تتلاعب عليه يعني إذا تعرف على وجهك وجبت قدامه الصورة لك تقدر تفتح الجوال بالصورة لكن أبل قدرت تتحل هذه المشكلة عن طريق أنها تقدم تقنية متقدمة اسمها TrueDepth TrueDepth يستخدم كاميرا وحساسات الموجودة في واجهة الجهات ويقدر يتعرف على وجهك وأيضا يتعرف على العمق الموجود في الصورة يعني إذا جبت له صورة عادية مسطحة وحطيتها قدام الجوال ما رح تفتح الجوال لازم يتعرف على تفاصيل وجهك وبصراحة من تجربتي الشخصية الجوال فعلا دقيق جدا في التعرف على الوجه ويقدر يعرف في التفاصيل والتغييرات اللي أنت تغيرها على وجهك لابس نظارة ومش لابس نظارة ربيت لحية قصيت اللحية الأشياء هذه والتغييرات هذه الجوال يقدر يتعرف عليها أحيانا إذا شك أنك مرة متغير عن الصورة اللي يعرفها يخليك تدخل الباسورد بس بنفس الوقت يتعرف عليك عنده الذكاء الاصطناعين ويعرف أنه خلاص صار عندك لحية يبدأ يتعرف أنه عندك شكل في لحية بكرة تحلقها برضو يتعرف عليك وأيضا مفروض الكاميرا تتعرف على وجهك من زوايا عدة يعني لو كد ماسك الجوال بطرق مختلفة يعني ماسكه كذا شفته هو على الطاولة ماسكه كذا بشكل مستقيم مفروض أنه يتعرف عليك من تجربتي الشيء هذا مش دائما يستغل لكن معظم الأوقات اللي يطالع فيها الجوال يفتح وأحيانا أقول لكم أنه ما يفتح أحيانا حتى أحطه قدام وجهي وما يفتح ما أدري ليش لكن يمكن أني أنا دخلت معلومات وجهي بطريقة مشتقيقة ما أعرف حتى في الظلمة في الليل يقدر يتعرف على وجهك لأن حساسات حكتوا تشتغل حتى في الظلمة ويطلع منه فلاش بسيط أثناء الظلام الحالك عشان يتعرف على وجهك فهي حركة حلوة واللي ما يريد يقفل جواله بوجهه ويقدر يشيلها ويقدر يضع باسورد فتقنية جديدة من أبل والتقنية هذه ما تقتصر فقط على مسألة الأمان والدخول إلى الهاتف استخدموها أبل في أشياء ثانية مثل أن الجوال الآن يقدر يصوي لك صورة بورتري يكون فيها عزل للخلفية أو وضع ضبابية في الخلفية حتى عن طريق الكاميرا الأمامية وتقدر تستخدم أنك تعدل الإضاءة بعد التصوير أيضا مثل الصورة التي تصور في الكاميرا الخلفية في الآيفون من الخواص المفيدة جدا في الفيس آي دي هذه اللي تشوفونها قدامكم الآن قاعدة أسجل ملامح وجهي تقدر تختار بين عدة أشكال من الإيموجيز المعروفة وتسجل ملامح وجهك وصوتك هذا تسجيل مباشر من الآيفون إكس خاصية ممتعة جدا وتقدر ترسل لسائل الضحك جدا لأصحابك وتستخدمها بطرق مبتكرة جدا من جد التقنية الخاصة بالتعرف على الوجه يتعتبر شيء متقدم جدا وما قد شفناه في الجوالات من قبل والتطبيقات التي تستخدمها تكون متعددة جدا في المستقبل طبعا للإخوان الذين موجودين في الإمارات العربية المتحدة مبروك عليكم أن أبل باي بدأ يدعم عندكم في المنطقة ومع البنوك التي موجودة عندكم تدالك تقدر تضيف البطاقات حكتك الخاصة بالبنك في الجوال وتصير تدفع عن طريق الجوال مباشرة ممكن يطلع محفظتك وطلع البطاقة وتدخل الباسورد لا مجرد تحط الجوال عن طريق التعرف على الوجه الفيس آي دي يتعرف عليك يشغل البطاقة تدفع وانتهى الموضوع حركة سهلة جدا نقول لأقبال السعودية وباقي الدول العربية اللي موجود فيها مستخدمين آيفون كثير نتكلم عن الكاميرا الكاميرا مهمة لأي مستخدم وطبعا الكاميرا في الآيفون 10 كما توقعنا ما خيبت الظن أبدا من أفضل الكاميرات اللي شفناها في أي هاتف ذكي سواء كنا نتكلم عن الصور الثابتة واللي قاعدين نوريكم الآن عينات منها في التصوير سواء في الخارج ووضح النهار أو في الداخل بظروف الإضاءة اللي تعتبر أضعف وأيضا حتى في تصوير الفيديو تصوير الفيديو 4K 60 إطار شي رهيب جدا 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 على كاميرا الآيفون 10 طبعا الممكن البعض يقول إيش فرق كاميرا الآيفون 10 عن كاميرا الآيت والآيت بلس طبعا نتكلم عن الآيت بلس لأن كاميرته هو الأحسن الفرق هي نفس الكاميرا مزدوجة لكن فيه فرق أولا الكاميرا المزدوجة في الآيفون 10 العدستين الخلفية كلاهم يدعم التثبيت البصري OIS بالنسبة الوحدة من الكاميرتين الخلفية طبعا أصبحت فتحة العدسة F2.4 بدل ما كانت F2.8 وهذا يساعد في أن ضوء أكثر يدخل للعدسة وبالتالي تصوير أفضل في ظروف الإضاءة الضعيفة وبشكل عام زي ما قلنا قبل من أفضل الكاميرات في التصوير وانتوا شفتوا النتائج بنفسكم وروحوا شوفوا نتائج غيرنا وشوفوا النتائج اللي يجبونا بنفسكم فعلا فعلا كاميرا مميزة طبعا فيه نقطة لازم أقولها أن الكاميرا الخلفية بارزة عن جسم الجهاز طبعا تصميم الجهاز رائع جدا لكن هذه النقطة ممكن تضايق لبعض منكم فلازم أني أذكرها نقطة ثانية أيضا مستمرة مع هواتف آيفون مؤخرا هو غياب فتحة سماعة الرأس وهذه ممكن تضايق كثير من المسخدمين اللي عندهم سماعات موجودة لاسلكية سلكية مش لاسلكية وودهم يستخدمونها ما بيقدروا يستخدمونها إلا عن طريق المحول الموجود عن طريق فتحة اللايتنينك بس عموما أنك تنقل لعالم لاسلكي أفضل وانصحكم تشوفون هذا الفيديو اللي اتكلمت عنه واللي فيه أتكلم عن مجموعة من أفضل السماعات اللاسلكية اللي ممكن يستخدمها أي شخص حاليا بالنسبة للبطارية أنا واحد من الأشخاص اللي كانوا يستخدمون آيفون 7 الصغير لفترة وأبل تقول أن حسب كلامها البطارية هنا أفضل من آيفون 7 بساعتين هل يبدو الضبط ساعتين ولا لا لكن ما أدري لكن شخصيا من تجربتي خلال أيام اللي فاتت نعم البطارية بفرق واضح أحسن من الآيفون 7 بشكل عام نتكلم عن الآيفون 10 الآيفون 10 فعلا يقدم نقلة كبيرة الشاشة الكاملة اللي تغطي الواجهة فعلا نقلة مهمة ومريحة جدا أثناء الاستخدام خصوصا في التصفح والقراءة ولما تبدأ تطبيقات أكثر تدعم هذا الشيء بيكون رائع جدا لجميع المستخدمين طبعا هذه واحدة من النقاط السلبية برضو اللي أنا قلتها اللي هي أنه كثير من التطبيقات لسه ما وصلت لمرحلة أنها تدعم طبعا أبل في صفحتها حطت طريقة تحديث تطبيقات الناس والمطورين عشان يدعم الآيفون 10 وطريقة سهلة جدا لذلك أتوقع تحديثات كبيرة تصل في الفترة القادمة لكثير من التطبيقات الجوار رائع كتصميم كأداء كتصوير كبطارية هو أفضل جوال أنتجته أبل على الإطلاق واحد من أفضل الجوالات في السوق طبعا زي ما قلنا له بعض السلبيات طيب تكلمنا عنها مثل أنه التطبيقات لسه ما حصلت على تحديث جميعها واستخدام التطبيقات القديمة فعلا كأنك تستخدم شاشة الآيفون الصغير وهذا الشيء طبعا ممنطقي لما يكون عندنا القدرات هذه كلها نقطة ثانية سلبية السعر السعر شوي يلسع يعني نتكلم عن سعر فوق الأربع لاف ريال أربع لاف درهم لما وصلت الجوالات لهذا السعر فعلا السعر جدا جدا يلسع وتمنينا أن السعر يكون أقل لكن بنفس الوقت رح تحصل على أشياء ما كانت موجودة في السابق يعني نتكلم عن شاشة أوليد شاشة أوليد ما عمره استخدمت في أجهزة الآيفون والكثير يقولون عن هذه الشاشة أنها أفضل شاشة لأي هاتف على الإطلاق فنحن نتكلم عن الشخص أنه جاي تدفع في الآيفون 10 أنت جاي تدفع على منتج فخم فعلا هل هو مثالي؟ أكيد مو مثالي ولكن هذا الكلام قلناه كثيرا على كثير من أجهزة أبل أبل دائما عندها الشجاعة أنها تستخدم وتطور وتقدم أشياء جديدة تقنية الفيس آي دي تقنية رائعة تطبيقها أو استخدامها مع التطبيقات مثل ما شفنا مع سناب شات مثل ما شفنا مع أبل بي ويأتي أشياء أكثر مستقبلا تطبيقات ذكية وتطبيقات رائعة وتوقع أنها مستقبلا ستتحسن أكثر لذلك الآيفون 10 فعلا حاضرا هو جوال رائع بمعنى الكلمة ومن أفضل الجوالات الموجودة في السوق الآن ومستقبلا يبشر بالكثير من ناحية أبل ومن ناحية الجوالات تقييمي في مراجعتنا لهاتف آيفون 10 على إلكتروني هو 9 من 10 يعطيكم العافية على المتابعة وبإذن الله نشوفكم في مراجعة أخرى وفيديو قادم كان معكم حمد بن سيمي مع السلام